اهلا بكم في فيلمنا الجديد واللي بانوان ديلجو الفين وتمانية قبل ما تسأل ديلجو دي معناها ايه فده اسم بطل فيلمنا وكلمة ملقاش اي معنى يعني بس قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تصلي على النبي في الايام المفترجة ديت علشان انت تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات وعلشان نبدأ مع بعض الفيلم لازم الاول نتكلم عن شكل الحياة وقتها وبيكون فيه قبيلتين هما اللي مسيطرين على العالم الاولى اسمها قبيلة لوكاني ودي قبيلة كلها ناس طيبة وعيشين في حالهم على الارض هم اشكلهم غريب شويتين بس عادي يعني مفيش حاجة طيبين برضو والقبيلة التانية بيكون اسمها قبيلة نهري دي بقى قبيلة عيشة في السماء وبين الغيوم ودي كل حياتهم بس فيهم بيلاحظ ملك النهريين ان الغيوم بدأت تقل وانهم كده مش هيعرفوا يعيشوا فين فبيقرر بقى انه ينزل بشعبه على الارض علشان يعيش مع قبيلة لوكاني وشعب لوكاني علشان طيب وهبل كده بيوافع عادي وبيقولهم ان الارض كبيرة وتساع من الحبايب الف وبيعيش القبيلتين حياتهم وهم مبسوطين والدنيا بينهم تمام لحد ما بتشوف اختي ملك النهريين واللي اسمها صادسة ان الارض دي كلها خيرات وان شعب لوكاني اهبل ما يستهلش يعيش فيها فبيجمع جيشها وبتدخل على ارض لوكاني علشان تحاربهم وطبعا شعب لوكاني بيكون مسالم جدا وملوش في قصة الحروب دي وبتقدر الساديسة انها تدمر المكان وتحرق القرية باللي فيها حتى الحيوانات بتدس عليهم وتفعصهم برضو ولما بيعرف اخوها الملك اللي حصل ده بيتدايق جدا منها وبيقولها ان الناس بتاعت لوكاني دي طيبين او يا خيل وعايشين في حالهم والنهم دلوقتي عايزين يحربوهم ودي قصة هتطول وهيموت فيها الناس كتير وعلشان كده بيقول الملك لاخته تخلص الحرب دي وتعمل معاهدة مع لوكاني بس طبعا اخته بتتدايق وبيتكون مصممة انها تاخد الارض كلها لوحدها وعلشان تعمل كده بتقرر انها تقتل اخوها وامراته وهم نايمين وبكده هتكون هي ملكة النهريين ومحدش يقدر يخالف كلامها وبعدها بقى بتاخد ساديسة سم وتروحها لاخوها وهو نايم واول واحدة بتقابلها بتكون مرات اخوها فبتحط لها سم في بقها وهي نايمة علشان تقتلها ولما بتروح لشان تقتل اخوها الملك بتسحى كاليا بنت الملك وتصحى ابوها اللي بيعرف اللي ساديسة عملته فبيقبض عليها وبيقطع لها جناحها علشان ما تعرفش التير تاني واعادي يما عندهم جناحات ومالكونا عايشين بين الغيوم ازاي لانا عايزك كده تركز ويتفوق معايا علشان لسه الفيلم طويل المهم يعني ان الملك مش بيكتفي بكده وبس وبيرمغته بعيدة لشان تروح تعيش مع قبيلة فضائيين وبيعد الوقت وبنروح بعدها بخمستاشر سنة لما ساديسة بتقول لي كل العملقة اللي فضلت عايشة معاهم تول الفترة دي انها قررت تمشي وتسيبهم وهنا بابي يقول له واحد منهم لا تمشي والسيبيمين انت ناسيا ان من خمستاشر سنة حطينا اتفاق انك هتنزلين الارض معاكي مقابل العيشة اللي اشتيها هنا بس طبعا ساديسة بتقدر بيهم وبتحبسهم علشان محدش يعرف يوصل لها وبطول انها تاخد معاها عبيدة علشان يسمعوا كلامها من غير صداع وبنروح بقى للعايشين على الارض علشان يشوف اتنين سحاب ديلجو بطل الفيلم وفيلو صحبو وبيكون الاتنين في سباق كده وبيحكي ديلجو قصته وانه زمان كان موجود في القرية اللي ساديسة دمرتها واتلت كل اللي كان فيها بس هو كان حظه حلو واستخبى منهم وشاف ابوه وامه وهم بيتقتلوا قدامه وبعدها اخدوا واحد طيب علشان يربيه معاه بعد ما عرف انه من غير اهله كبر ديلجو عنده وفي نص ما كان ديلجو بيلعب مع صاحبو بيقع من على الحيوان العجيب اللي راكب عليه ده ولما بيحاول صاحبو انه يطلب المساعدة مش بيعرف علشان الفيلر بيتدرب في شجرة ومحدش بيشوف نداء الاستغاسة فبيقولوا فيلو خليك انت ماسك في الشجرة دي لحد ما روحنا دي على حد بسرعة وفي الوقت ده بيتكون كاليا معدية وبتقول لي ديلجو هتايدك علشان اساعدك بس ديلجو بيقول لها لا انا مش عايز مساعدة منك انتو اتلتوا اهل زمان وانا لا يمكن اصق فيكي علشان اكيد هتبقي زيهم بس بيقع جزء شجرة اللي شايل ديلجو بيكون خلاص هيموت فبتنزل وراك كاليا وتنقزه وتقوله ما كانش ليه لزوم انك تعمل شبح يعني وهنا بقى بيعملهم الخاتم بتاعها فبيوصل الجنرال باي جود ومعاك جندي تانية علشان يدفعوا عن كاليا وبيمسكوا فيلو وديلجو بيكونوا عايزين يقتلوهم لحد ما بيقولهم كاليا انهم غلابة ومحدش منهم عمل لها حاجة وهنا بقى بيجي الدرامارلي اللي تبنى ديلجو زمان علشان ياخد ابنه وبيقول للجنرال انا ابني اشرف من الشرف ولا يمكن يامل اي حاجة لحد انتو فاكرينها بلطاجية زيكم ولا ايه وبياخد ابنه ويمشي المهم ان بعدها بننزل تاني لملك النهريين اللي بيقول لبنته انها ممنوع تتعامل مع اي حد من قبيرة لوكاني علشان هم اكيد عايزين ينتقموا من اللي حصل لهم زمان وبيتقوم كاليا وهي زعلانة وبيتروحها لشان تدور على الخاتم اللي ويع منها بس بيكون فيه هناك وحش عايز يقتلها وعبل ما يخلص الوحش عليها بيطلع ديلجو بينقزها في اخر لحظة وبقول لان انت الحيتيني قبل ما اع من على الشجرة وانا انقصتك دلوقتي يعني كده خلصي وبيعرف منها ديلجو انها هنا علشان تدور على الخاتم اللي ويع منها وبيتقول لني ده مش زي اي خاتم علشان ده كان خاتم امها اللي ساديسة اتلتها ولما تفشل انها تلاقيه بتقول لديلجو انها لازم تمشي علشان ابوها هيقلق عليها وبتتفي معي على ما عاد يتقابله تاني فيه وبينروح بقى لساديسة اللي مشغلها جندي جاسوس عندها وبتقول لهم تعرف طبعا اني لما ارجع الارض تانية خليك انت الملك وهنتجوز وبتفضل تضحك عليه وبتسأله خليت له كاني حربه نهرين تاني ولا لأ فبيقول لها انه حاول وكان خلاص ينجح بس الجنرال ادخل في اخر لحظة واقنع الملك ان الحرب دي حاجة ملهاش لازمة وبينروح بقى للجنرال اللي المفروض انه عائل يعني بس بيكون عنده مشكلة واحدة وهي انه بيلعب امار كتير جدا وياريتو بيارف يلعب ده بيفضل يخسر كل فلوسه لحد ما بيروح يستلف من واحد غني والراجل ده بيقول له انا كل مرة بديلك فلوس وانت مش هتعرف ترجع الا عليك علشان الحساب تقل جدا ففي المقابل انا عايش شوية اسلحة مش انت جنرال وجامد والذي كمان ملكش فيها وانا بقى بنكتشف ان الجندي الخاين هو اللي بيدي الفلوس للراجل ده علشان يسلف الجنرال ويقبضه على الجنرال علشان كان مستعد يبيع السلاح وبيزجن مدى الحياة وانا بقى بيكمل الجندي مهمته بيروح على الارض قبيلة لوكاني علشان يدمر شوية تماثيل فيها ولما بيشوف ديالجو اللي حصل بيروح لابوه يقول له انت شايف دول النهريين اما اللي عملوا كده علشان الجندي كان سايب السهم بتاع قبيلة النهريين وبيفضل ديالجو يسخن فابوه يقول له لحد امتى هنفضل ساكتين على اللي بيحصل فينا احنا زمان ساديسة دمرت شعبنا ومحدش يتحرك وقتها دلوقتي بقى دخلوا ودمروا مكاننا ولو سكتنا برضو هيعملوها تاني وبعدين احنا ليساكتين هم مسكين علينا السور مثلا ولا ايه الموضوع بس ابوه الحج در مرلي بيكون راجل عائل وبيقول لابنه ان كل اللي اتكسر شوية سخور يعني مش قصة فايه المشكلة وبعدين طول ما ما فيش حد تدر وتقدر تسامح يبقى سامح احسن وبعدها بقى بنروح لكاليا اللي كانت بتجاهز نفسها لشان تروح تقابل ديالجو بس تقطع عليها المربية بتاعتها وتفضل تقول لها انت رايحة على فين كده شكلك رايحة قبل حد بس بتقول لها كاليا انها رايحة لشان تجيب خاتم امها اللي دع منها ومن الاخر يعني بتقطع عليها المربية بس مش بترضى تقول يعني وفي الوقت ده بيكون الجندي الخين اترقى وبقى جنيرال بدل اللي تسجن وبيروح يقابل صادسة اللي بتكون فخورة بيه جدا وبتقول له بقى يلا ندمر ام المملكة ونعلن الحرب بس برضو بيقول لها الجندي لسه شوية لشان تقول له صادسة لما انا مش كل ما هاجب لك سيرة الحرب هتقول لي الخطة مش نفعة وبتحط الصادسة خطة وتقول له احنا دلوقتي نختف قلية ولما ابوها يعرف انها تخطفت اكيدها يشكي في شعب اللو كاني وهيعلن الحرب عليهم وكده ان يكون نافذنا خطتنا وما حدش هصل له حاجة بس بيخاف الجندي من الخطة دي وبيقول لها ده انت لما خنتي قطع لجناحك وين تخطو امال انا هيقطع لي ايه بقى ودي معلش حاجات مش هينفع تتقطع بس علشان خطري كنتي انا هنزل رائب الاميرة واشوف لو في حاجة ممكن تتعمل ولما بينزلوا بيروح ورا كاليا اللي بتقابل دلجو اللي بيكون لقى الخاتم وبيديه لكاليا بعد كده بيتدايق ويفتكر اللي حصل لما كان تفلي صغير قاعد بيلعب مع ابوه ودخل عليهم جنود صادسة وقتلوا ابوه وامه قدامه وبيفضل يقول لي كاليا ان نائلتها كانت هي السبب في كل اللي حصل ده علشان تتدايق منه كاليا ويسيبه وتمشي علشان فعلا هي ملهج زنب في اللي حصل وطبعا بيستغلي الجندي اللي حصل ده وبيخضر الاميرة وبياخدها معالي سيجنة علشان تصحى وتفضل تصوت وتنادي على اي حد ينقذها من غير اي فايدة وبيروح بعدها بقى الجندي للملك ويقول له انا عملت شوية تحيات كده ووصلت للمربية اللي قالت لي ان الاميرة اخر مرة تلت من الاصر كانت رايحة قابل واحد ولما مشيت ورا القصة دي عرفت انها كانت بتقابل واحد اسمه ديلجو من قبيرة لوكاني واكيد ده هو اللي خطفها وبيخليه الملك يروح يقبض على ديلجو ويصحبه فيلو اللي ما تفهمش هي علاقته بالفيلم اصلا وبيفضل الملك يسأل ديلجو انت ادد بنتي فين وبيفضل ديلجو يدافع عن نفسه ويقول له انه ما يعرفش عنها اي حاجة فبيدي الملك الاوامر للحراس انهم يعزبوا ديلجو صاحبه لحد ما يقولوا ودوا الاميرة فين وينبقى بيلاقي ديلجو فيلو نفسهم في زنزانة متعلقة فبيقلع ديلجو الحزام وبيفتح به الزنزانة بس مش بيعرف يتير علشان كده بيدور على اي حد يساعدهم وبيكون موجود الجنرال باي جاد اللي مسجون جنبهم وبيفضل ديلجو يقول له ان الجندي الخاين هو اللي خطف الاميرة بامارة علامة موجودة في التنين بتاعه وينبقى بيغتنع الجنرال وبيقول لهم انه هو يطير بيهم علشان ينزلهم من هناك بس الاول يرميلو ديلجو الحزام علشان يفتح به الزنزانة بس بيكون فيه تنين صغير ريخين بياخد الحزام معاه علشان يوقف ديلجو على سقف الزنزانة وبينطها علشان يفتح الباب للجنرال قبل ما يدخل على اليوم الحارس اللي بيحس ان فيه حاجة غلط وصوات غريبة وفي الوقت ده بينروح لصديصة اللي كانت الاميرة محبوسة عندها ولما تشوفها كاليا بتقول لها ما تفرحيش اوي كده انك خطفاني علشان كلها شوية وقايد الجيش شجاع هيوصل ويخلي ليلتك سودا وانها بيدخل الجندي الخاين اللي هو قايد الجيش يعني وبيخلي شكل كاليا وحش اوي لما تعرف انه خاين واول لخطفها ومش بتعرف تتصرف ازاي وبتفكر انها كده خلاص محدش هينقزها وبنرجع بقى لديلجو اللي بيهرب مع فيلو صاحبه معاهم الجنرال لحد ما بيجم عليهم حيوانة يملاق كده وبيفضل يجري وراهم وهم مش هارفين يعملوا معايا حاجة لحد ما بيقدر الحيوان ده انه يمسك الجنرال قبل ما يكله بيشوف ديلجو ان ابن الحيوان ده موجود فبيمسكه وكأنه يعني بيقول للحيوان سيبي الجنرال وانا سيب ابنك فمش بيعرف الحيوان يعمل ايه وبيسيب الجنرال وبيطلع يجري ورا ديلجو اللي بيكون زكي وبيخلي الحيوان يغبط في السخور ويتقلب على دهره وحليني بقى على ما يادن نفسه تاني وبكده بيقدر ديلجو واسحابه المخلصين انهم يعربوا من المكان من غير ما حد يعرف وفي الوقت ده بيكون ملك قبيلة الروهون قرر انه يبعث رسالة للوكاني بيقول لهم فيها ان لو بنته ما ظهرتش عيال الحرب عليهم وهيدمر المملكة وبيامل قادة لوكاني اجتماعهما كمان وبيقولوا انهم كده كده ما يعرفوش فين ما كان الاميرة ومحدش منهم اخدها وشكل كده الملك بيتلكك علشان يحربهم وعلشان كده لازم يبقوا مستعدين للحرب دي والاول مرة بيستعد شعب اللي كان للحرب وبيجمعوا كل قوتهم علشان تبقى العدة مستعدة وفي الوقت ده بقى بيقول ديلجو انه مهمتهم انهم يقفوا الحرب دي قبل ما تبدأ والحل الوحيد لكده النوم يشوفوا الاميرة راحت فين ويرجعوها لابوها ويخلصوا بقى من الدوشة دي كلها علشان يعملوا كده بيرقبوا الجند الخاين وبيشوفوا الصادسة بتبعت له الرسائل منين لحد ما يعرفوا هي موجودة فين بالزبط وبياخدهم ديلجو للمكان اللي بيتكون فعلا فيه صادسة ربط الاميرة وعايزة توصلها جنحها زي ما ابوها عمل معاها بس بيدخل ديلجو في اخر اللحظة وبيحرر الاميرة وبيقول لها رحي لابوكي وخليه يوقف الحرب علشان احنا مناش دعوة بالهبل اللي حصل ده كله وفعلا بتسيبهم الاميرة وبتروح بسرعة الاصر ابوها علشان تتفاجئ انه اخد جنوده وخلاص الحرب بدأت وقبل ما تعمل اي حاجة بتلاقي ان العملقة وصلوا مع صادسة للاصر ويحتلوه وما حدش قادر يوقفهم ولما بيوصل ديلجو فيلو والجنرال وبيحاولوا انهم يحربوا العملقة بيطلع لهم واحدة علشان يضرب سهم مسموم على ديلجو بس بيجري الجنرال وبياخد بداله السهم وقبل ما يموت بيقول لديلجو انه لازم يوقف الحرب اللي هيموت فيها ابرياء كتير دي وبتسمع الاميرة للكلام ده علشان تروح لجيش النوريين وتقولهم اللي حصل وفعلا بتقدر توحد الجيشين اللي يوقفوا الحرب ضد بعض وبيتحدوا ضد العملقة وفي الاصر بقى بيجري ديلجو على ساديسة والاملاق اللي معاها علشان يهد العمود اللي جنبهم وبيموت الاملاق لما يقع عليه العمود بس بتقعها الساديسة وبتمسك في صخرة وبيروح لها ديلجو وينقذها علشان يبقى متسامح زي ما ابو قاله بس الساديسة بتاخد الموضوع على صدرها وبيتكون عايزة تقتل الاميرة علشان تنتئم من ابوها ولما تضربها الخنجر بيجي في خاتم امها وبترميها الاميرة من فوق الاصر علشان تخلص عليها للابد وبعدها بتروح بسرعة لشان تاخد ابوها وتهرب به من الاصر قبل ما ينهار وبيطلع وراهم ديلجو علشان تخلص الحرب بين القبيلتين وبيحصل بينهم سلام بعد ما عرفوا ان كان فيه شيطان هو اللي عايز يوقع بينهم وفي اخر مشهد بيروح ديلجو للاميرة اللي بيحبها علشان يعيش معها وبس كده بيخلص في الميناء اتمنى يكون عجبكم ما تبخش نابل لايكه لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واشوفكم على اخير ومع السلامة